مرحباً، نحن في طريق أبيتون 6 في ميلانو. خلال النهار يكون باب المبنى مفتوحاً أو يكون البواب موجوداً. إذا وصلت في المساء أو في الليل، قم بالدردشة وسنفتح لك الباب عن بعد. بمجرد دخولك المبنى، اتجه يساراً على الفور. الباب الثاني بعد صندوق البريد هو باب مرفق الإقامة الذي يمكنك الوصول إليه عبر الرمز الذي يجب عليك إدخاله في باد. للحصول على الرمز يجب عليك إكمال تسجيل الوصول الذاتي. أي أنه يجب عليك أن ترسل قبل حوالي أسبوع من وصولك. صورة من بطاقة الهوية أو جواز السفر للشخص الذي يقوم بالحجز، وأي مرافق في الحجز أو دردشة Airbnb أو في واتساب. وسوف تتلقى رداً على رمز الدخول أن ذلك يعادل الحصول على مجموعة المفاتيحة. وإيصال الخصوصية للصورة التي ترسلها إلينا. وصورة استما حذفها بعد ثلاث أيام من إقامتك. ومستند رقمي يحتوي على جميع المعلومات حول كيفية الوصول إلى هناك. بمجرد دخولك المنزل ستجد غرفتين، غرفة سينتانو الاقتصادية وغرفة سينتودو كاوردين فيو، وكلاهما تحتوي على مجموعة من المفاتيح المعلقة على الباب مع مفتاحين. مفتاح الغرفة ومفتاح باب المبنى. تأكد عند مغادرتك أن تعيدهم إلى حيث وجدتهم. ستجد في هذه الصفحة أيضاً جميع مقاطع الفيديو الترحيبية، التي تشرح كيفية التنقل في جميع أنحاء المنزل والأسئلة الأكثر شيوعاً، التي تمت الإجابة عليها بالفعل. نحن ندعوك لزيارة بوابة الفيديو www.me-to.it التي تحتوي على أكثر من ألف مقطع فيديو لميلانو والآثار، ودور العبادة والمراقص والحانات، ومصانع النبيذ والمعارض، والمتاحف والمحلات التجارية والحدائق، وحمامات السباحة والتقاليد والتاريخ، المشاهير والموسيق، والرياضة، والرحلة، والطعام، وغير ذلك الكثير، الذي مكن أن يساعدك أثناء إقامتك. نتمنى لك إقامة طيبة ونشكرك على اختيارك لنا. قبلات وأحضان من موظف فندق فلاوريس كاست هاس في ميلانو.